السلام عليكم ورحمة الله كديري لبس عليكم متمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير انتم مكت شاهدوا هاد الفيديو مرحبا بكم مرة اخرى في قناتي وقناتكم صحة جمال تدبير مع زينا متمنى يا ربي هاد الفيديو ان شاء الله يلقاكم في تمام الصحة والعافية ومتمنى كذلك انكم تكونوا كتستفدو من المحتوى اللي كان نزل لكم على القناة وبغيت نعتذر منكم مرة اخرى على الغيبة ديالي اللي كانت تعطل باش نحط لكم فيديوهات صراحة والله ما الخاطر يعني كنحاول ما امكان انني نبقى معكم في يعني نبقى نشارك معكم حلاك ده فيديوهات اللي تكون مفيدة ولكن شوية الوقت عندي مزير وعندي بزاف ديال الحويج يعني غادي تعذروني بحالكة قدم مقدرة انني بارتاج معكم شي حاجة فما غديش نبخل عليكم بها بطبيعة الحال وبقى في الحال صراحة بزاف انني خصوصا انني وعدتكم بانني غادي اندي لكم فيديوهات يعني اه توجيه ايا بخصوص الناس اللي كي يقرأوا في الباكالوريا واللي شدوا الباكالوريا وبغاوا يديروا يعني الدراسات عليا ولكن غادي تسمحوا لي بزاف لانني مقدرتش ان مشي مقدرتش ولكن مازال ان شاء الله غادي نبارتاجي معاكم هذوك الفيديوهات يعني انا ما نسي اياكمش ولكن هم صراحة يحتاجوا حتى شوية الوقت ومجهود باش انا غادي ناخد هذه البعلومات اللي هي صحى خصوصا يعني ماشي التخصص ديالي يعني ضروري ضروري اني اجيب لكم معلومات ستكون معلومة اللي هي صحيحة 100% باش هكا الاента اللي غادي هو تتصنت الفيديو وغادي ياخد منه معلومات يكون اا اخداه العلمات اللي هي صحيحة وماشي معلومات المغلوطة اللي غادي يجيل من بعد ويقول كلا انا تتصنت الفيديو ديالي ووخديتي على اساس وكذا وكذا مهم باش ما نطولش عليكم ان شاء الله اليوم غادي نعطيكم محل الفيديو وهي بحالة ليلة وغايت نطلع عليكم بها وصافي ونتمنى انكم تشجعوني بالبرتاج بالبرتاج بزاف و لايكات ديالكم باش بحالك الفيديو ديالي بقى يطلع ولا الفيديوهات ديالي بقى يتكترهم من طرف اليوتيوب ومن جيتي انا غادي نحاول انني ما نبقاش نخبر عليكم بزاف خصوصا ان الخوارزميات دياليوتيوب ان القناة لي ما كتحطش الفيديوهات بزاف بحال شكل ديالي انا يعني قنات كاس بقالي ليلة تحت يعني ما كي ما كي يطلعوهاش في الاقتراحات وديل البحث مهم هنا غادي نحاول من جيتينا نبارتاج معاكم من ماكسي ما ما وحسنتم ما مجيتكم حاولوا انكم تبارتاجوا مع صحابكم وحبابكم وشجعوني باللايكات وكذلك اراءكم في التعاليق فهيك تهمني بزاف بزاف انا كقرر التعاليق كامني وخامره تعاليق قلال كي ما عرفتش علاش بحال فئة الناس كي ما كيدرواش يتعاليق في الفيديو لكي يدخلوا عندي في الانستغرام وفيسبوك وكي يبقوا يعطوني المساج يعني في بخيفة كنتمنى انكم هادوك المساج تبقوا تديروهم اليه في التعاليق بحالها كده حتى الناس الاخرين كي يستفدو حتى عناي لجاوبتكم فكي يكون الافادة للجميع وان باش ما نطولش عليكم يوميا ان شاء الله غدي نبارتاجي معكم واحد الوصفة اللي هي وصفة زويرة بزاف يعني بحال دي المطاعم ولكن بأجالة انا غير بغيت نوجدها اليوم اللقشة وقلت عليش لما نبارتاجيهاش معاكم لانها صرحه كجيلدي ديدا ديدا بزاف واخر فيديو قدي تشوفوها اليوم مع علاقة بالحال يعني مع عدرتوا حد المجهود في التصوير بحكم انني يلا تنتقلت الوحيد البيت جديد وما زال ما عنديش مهماعان بزاف ودكشي ونحاولت انني نحط لكم الوصفة يعني با ا ا ا ا دكشي ليمتوفر عندي حاليا كيف كي يقولون بلا زواق ولا نفاق يعني كيف مطيبتها عنا لها يا كترة مماعان هذا الوصفة سوف تشاهدونها في الفيديو سوف نجعل لكم مقادر وطريقة التحضير كما ترون في العنوان في الفيديو اليوم سوف نشارك معكم بسوس شامبينيون وخاء لا أدرت شامبينيون حيث انا لدي منه ألرجي ولكن سوف يديرون نفس المقادر سوف يديرون لهم فقط شامبينيون سوف نقول لكم امتى وفي اي مرحلة سوف يديرون لكي ان شاء الله سوف يعدكم المدق سوف يديرون الوصفة بحال المطاعم بالضبط وحتى الناس الذين لديهم اللي اخرجين من شامبينيون استعملوا نفس الطريقة اللي قدرت فما تحسوش بفرق نهائيا اول حاجة اي نوع كتفضلون تماما مهم انا كيعجبني هذا وحتى هذا كشكل دي الفيسموم انا كندير بأي نوع دي اللي بات متوفر عندي كتديره كيتسلق مع شوية الملحة شوية الابزار وزبيضة او لازبيل اللي عندكم اللي متوفر عندكم سواء النباتية او الحيوانية الخطوة الثانية كتاخدوا شي تنجرة ولا مقلة وكاد من الاحسن تكون تنجرة يعني اللي غادي تعاودوا وتديروا فاليبات وتخلطوا كل شي ما بديها شو اللي عندكم شي مقلة كبيرة حتى هي ستكون مزيانة كتديروا معلقة كبيرة ديال الزبدة يعني كونو شوية سخين في الزبدة وغادي تضيفوا عليها تخلي واحد كتدوم مزيان وكتسخن تسقيوا اللون ديالها محمر شوية يعني كيو اللي ماء الحمورية وكتضيفوا عليها القطع ديال لداند اللي كيكونوا مقطعين على هاتشكل هادا او لا صدر ديال الجاجي لكا متوفر عندكم مهم انا هنست عملت لداند هو اللي كا متوفر عندي كتحاولوا ان نكون بحلقة تحمروا في هذه الزبدة يعني النار كتكون متوسطة متكونش مهيلة باش هكال كيجي محمر من برة وطري من الداخل يعني هدا سير من اسرار ديال المطاعم وكنزيد عليها شوية ديال ابزار شوية الملحة ما تكتروش الملحة بزاف لانا صوص صوية غادي نستخدموا صوص صوية صوص صوية كتكون مالحة شوية يعني غير قريصة ديال الملحة وغادي نضيف عليها القوزة القوزة كتعطيوا حد الماضاقة رائع بزاف بزاف لهاد الوصفة هادي غادي نحكها عليها تشكل هادا يعني ما ديش ندير بزاف تقريبا ربيع ديال هادا هادا الحبة هادي لانا كتعطي صراحة واحد الماضاقة رائع رائع جدا خصوصا الليبات لأي حاجة في الفرماج وفيها يعني الباشاميل ولالا كخيم هادا الوصفات هادو بالضلط يعني كتجي فيهم القوزة بنينة بزاف اللي متوفر عنده حتى الآزير مطحون يدير واحد اربع معلقة صغيرة يضيف وتوافد الوصفة كذلك ورقة سيدنا موسي لانا هادو كاملين اعشاب مناسيما لكيتوا حد الماضاقة رائع لهاد الوصفة هادي وكيما قلت لكم الوصفات كاملين ديال البات والفرماج والباش عمال كلهم كيحتاجوا لهاد الاعشاب المناسيما كيف ما كتشوفوا هنا انا راجهت شوية البوطة باش بغيت انا هادوك القطع ديال الجاج ياخدوا لي واحد اللون محمر وفي نفس الوقت بغيت هم يبقى وطريين من الداخل يعني طيبو ومعطان يبقى وطريين يعني من اللي تكون كتساكلوا كتحسوا بذلك القرماشة ومعطان ذلك الطراوة ديال الجاج من الداخل صراحة كنت كافكر غادي ندير لكم شي فيديو ولكن هالوقت كيمك لكم ما ساعدنيش دابم لي بغيت نحضر هاد الوصفة لاشاكلت علاش الله ما نبرتاجيش معاكم بحلاك الناس يستعبدوا يعني تهديرها ها استفادة مهم اللي كان وصلوا لهاد المرحلة هادي كيف ما كتشوفوا هنا غادي نضيف صوص صويا النسبة صوص صويا او لا صوجا فكسبقها على حسب الضوء ديالكم انتوما يعني الكمية ما حددتش هنا بالضبط انا درس عيني ميزاني مهم كيكون اللون شوية يعني غامق وفي نفس الوقت الماضاق ما تيكونش مجهد بزاف يعني كنت اخدو غير هاداك الماضاق كان اخدو غير هاداك الماضاق اللي احنا بغينا بالنسبة الناس اللي هادنا غادي نضيف الكريم فخيش ديال الطبخ اي نوع انا ما عنديش مشكلة يعني ما عنديش واحد نوع معين كان طيب به ديما ولكن اي نوع متوفر عندكم هادي صراحة زوينة دي تاني مرة كانستعملها بانتليم زيان وحتى التمان ديرها يعني في المتناول اه درتها كاملة على حسب الكمية اللي درت انا ديال العباط هادا تقريبا عندي ميتين ميتين ميلي اللي كين في هاد الابوات هادي اللي درت هناك نحرك مقادر ما بغضياتهم جاتني مازالة شوية بيضاء غادي نزيد عليها الصوص ديال الصوجة باش غادي تغمق لي شوية لون انتو ما كما كنت لكم كديرو على حسب الضوقة ديالكم كنت لكم في الول ديال فيديو غادي نعطيكم بنسبة الناس اللي بغاوا ديرو شامبينيون شامبينيون كديروه قبل ما تديروه دجاج يعني في المرحلة اللي كدوب الزبدة في هذه المرحلة كنضيفه شامبينيون كنشحروه مزيان ويفضل انكم تديرو اما المعلب اما تديرو هاداك شامبينيون بلانش يعني اللي كيكون بيض هاداك سا هو كيجيزوين وحتى النواغ يعني كيبقى على حسب الضوقة ديال كل واحد اشنو اللي كيفضل واشنو اللي كيعجبوه غا هو كديرو في المرحلة اللي قبل ما تدجاج باش هاداك المعضاق ديالو كيتشربوا دجاج في اللول صافي من بعد ما كتطيب ليبات كتتطلق ليه مزيان كنصفيها من الماء ديالها وكنضيفها على هاداك الخالط ديال الجاج ولا كنفخش كنشحره مزيان مزيان تيكون الشكل ديال طبقة ديالنا كيف ما كتشوفوا بحال هكذا صراحة كتجي صراحة المدق ديالها رائع جدا وحتى الشكل ما تديروش على الدراسة شهركم عارفين يعني مكلة ديال الزربة صراحة وصفة كتتتوجد في وقت قليل ولديده بزاف ممكن انكم ترافقوها مع اطباق اخرين ديرو مثلا لليجوم صوته ديرو فريت ديرو مثلا دجاج مقليد ديرو البغوشت مشوي اي حاجة يعني هادي وصفة كتكال بحديتها كوجبة عاشا وكذلك كتكال يعني مرافقة مع اطباق اخرين بحال صلاطة نتمنى ان هاد الفيديو هدينا لاعجابكم وما تنسوش انكم تشاركم عصحابكم وحبابكم وكذلك ما تنسو منيش من التعليق ديالكم زوينة واللايكاش وخليكم دابة ان شاء الله نطلقوا في فيديو جديد مع وصفة جديدة او لا فكرة جديدة او لا موضوع جديد تحلوا ليه في راسكم بزاف بزاف اطلقوا ان شاء الله مرة اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة